ولكن اسمحنا ناخد اول اتصال النهاردة من استاذ مصطفى من كفر الشيخ واستاذ مصطفى السلام عليكم فضلت الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الاول انا حابب اشكرك على الاتسامة الخلوة وعلى الطريقة الجميلة اللي انت بتوصل بها الرسالة ولا تعثيره حقا لذلك انا حابد ان انا اشكر القناة الاولى المصرية واشكر فريق الاعداد المحترم اللي ارد علي طريقة مؤدبة انا عندي سؤال ومش اطول على حضرت انا راجل بقى سعب سخير كتير قوي ومش بميني بها على حد لما بطلع في مشكلة لما بطلع مع حد متوفي اطلع بين الناس دايما بقول اللهم اجعلني سبب للاصلاح بين الناس ما برجحش خيب ابدا ولا برجع ان انا تاشل بصفر اليدين برجع واخد حسنة من الناس بس انا بتعرض للايام دي لحرب ضدي من اقرب الناس اللي انا ساعدتهم واسمعهم ودايما في وسطهم انا راجل عصبي فعلا كلنا فينا كبه لما حد بيكلمني كويس بكلم كويس حد بكلمني كويس اصعد بتعصب بخرج عن شغوري بعض الاحيان لكن انا مش عايز ارد الاساء بالاساء انا جاي علي دارك الجدام جاي علي دارك المادي ومعناوي وشغلي لكن مش عايز ارد الاساء بالرغم انا قادر على رد الاساء مش عايز اعمل بالمثل او مش عايز ارد به العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم دايما بقعد مع نفسي بفكر سبحان الله ربنا اللي حقى حضرتك قدامي دلوقتي عشان انا بحبك في الله عايز اعرض هل حارب نفس الحرب اللي بتتحارب اللي انا بتحارب تي هل ارد الاساء بالاساء وانا قادر على الاساء ولا اعمل ايه بالرغم ان انا هنضر منهم وقادر ان انا نضرهم بوضو اجاوب على حضرتك استاذ مصطفى اولا ان شاء الله استاذ مصطفى ربنا يجعل كل ما تفعله من خير في ميزان حسناتك وكتير الناس ما بتفهمش ان البطولة مش بس ان انت تروح تعارق الموت او تدافع عن حقك بانك انت تبقى ماسك سلاح وبتمنع لا البطولة كمان ان انت تكون بطل اخلاقي يعني ايه بطل اخلاقي ان انت تبقى بطل بالناس تسيقي ليك فتحسن يعني انا دايما بفهم حديث رسول الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ان ده نوع من انواع البطولة يعني ايه نوع من انواع البطولة نوع من انواع من المؤمنين رجالهم صدقوا معاهدوا الله عليه فانا عايزك بس تحس ان بطولتك في انك انت تستمر في عمل الخيرات اللي انت فيه هي دي البطولة مش البطولة ان لما حد يتكلم عنك كلام سيء تسيبي اللي في ايديك وتروح له فانت بتسألني اعمل ايه تعمل ثلاث حاجات اوعى تلتفت عما انت فيه ولزلك سيدي بنعطاء الله السكندر يقول ايه ملتفت ولا يصل لو انت تلتفت مش هتوصل لمرضات الله سبحانه وتعالى مش هتوصل للخير فلزلك استمر خليك بطل زي ما انت واستمر تاني حاجة ايه هي تاني حاجة ده شيء مهم جدا 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 اياك تفقد الفرح بلقاء الله في كل عمل خير انت بتعمله ورؤية جمال الله في كل التيسيرات اللي ربنا بيسر على اديك وتسيب ده كله وتروح للغل والحقد والحسد والصراع خليك زي ما انت خليك في هذا النور خليك غلق في هذا النور الحاجة التالتة اللي انا بقولها لحضرتك انت لازم تعرف ان اللي بيحصل ده عشان ربنا سبحانه وتعالى يزيد من ثوابك ليه لان كل شيء بيحصل لك ده بيرفع من درجتك لان بيخلي ثوابك عند الله وبيخلي السمعة اللي ممكن غيرك يطلبها ويعمل ده عشان السمعة لا ربنا سبحانه وتعالى بيرفع قدرك بتسألني اعمل ايه ما تدخلش في الصراع انت سألتيني خلتيني اطوأ لا ما تدخلش في الصراع الصراع ده مهلكة بيهلق القلب ويهلق الحياة فالزاك استمر وتوكل على الله واستعين بالله سبحانه وتعالى وحصل نفسك دايما بمدد الله سبحانه وتعالى اقرأ الفتحة سبع مرات واقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات واقرأ المعوزتين واستمر ولا تخش شيئا الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا استمر لكن انصحك نصيحة بسيطة خالص اياك تعمم سوء الظن ما تسوءش الظن في الناس استمر وما تسمعش كلام حد تاني وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويزيد من خيرك وبركتك يا سيد مصطفى اشتركوا في القناة